موسيقى الخطوة الاولى راح انزل بالسمنة بتقدروا طبعا حواني بتقدروا تعملوها سمنة مكس نباتي وحيواني تمام وراح انزل في الطحين على مرحلتين او ثلاث اه وراح احرك ليصير عندنا عجين كامل متماسك ابو عون قاعد بتابع اه طبعا ابو عون ينتظروا شهر طويل الله يعطيه العافية بحاجة لانه يستعد يعني احنا ما بنستغني عنه الله يعطيه العافية ومسبق من كمان هيك عجلنا العجين طبعا اخواني هسه بدي انا انزل عليه المي والسكر وباقي الاغراض تمام هسه هنا الحليب الحليب وعنا المحلب وعنا شوي من القطر عشان يعطينا لون اللي هو الجميع اه اللون الاشقر اللي بيجي على الوجه اوكي وراح انزل بالمي على السكر تمام هاي الطريقة احنا بنسميها التخمير هاي الطريقة الوحيدة اللي بتخلي المعمول يطلع معنا هش وما يتفاعل الجلوتن ويصير مطاطي وراح انزل بالمي والسكر مرة واحدة تمام احنا الكمية المطلقة واللي كانت بالمقادير طبعا اه طبعا اه اللي كمية لها قديش تقريبا بس بدي اطلع يعني هاي اه نعجل هون ايه هاي هاي اخواني بتسوي لها تقريبا اثنين كيلو معمول اثنين كيلو معمول اثنين كيلو معمول اه اللي بحب على الوزن العيارك الاتي على الوزن ميتين وخمسين سمنع خمسمية وطحين مية وخمسة وعشرين مواي ومية قرام سكر اه هيك على ميزان على ميزان اه والباقي يعني بالمعلقة تمام المحلب والآ تمام اخوي ابو طه بعد ما اخمرها اه مباشرة ببطلها على الثلج بتركها نص ساعة اه بعدين بطولها وبباشر فيها للشغل اياك عجين نصار جاهز عنا التمر تمام بانزل عليه بالينسون اه ودقة الكعك تمام دقة الكعك دقة الكعك طمعا اللي بزك المعمول الينسون الناعم والخشن ودقة الكعك دقة الكعك موجود عند محلات المطيبات تبعته تمام وممكن جوز الطيب وجوز الطيب وجوز الطيب طبعا راح اقلبهم وراح انزل شوي طبعا انا حكيت سامنه ونبدأ نحط زيت اه راح نستخدم زيت العمر تمام وراح ارجع اقلبهم هيك اخواني صار جاهز عنا التمر طبعا طلعوا كيف قواموا اه هيك تمرات مجازة هدول حسا بتقطح حن صغار حسا حسب التشكيل حسا راح ارجعهم اه في اشي بده تكبيعه وفي شرع يكون في شرل في شرل مية المية تمام هاي اذا صار جاهز التمر واجيب لك العجينة حسا نجيب العجينة اخواني ها تجيب لك العجينة ها وهاي العجينة هاي قدش يلهاب الفلاجة تقريبا نص ساعة نص ساعة تمام واني بعد ما بردنا العجين هاي طوامه راح ناقض جزء منه بنحط شوية طحين على الطاولة اهو وبلفه تحت ايدي ما بدعفه بس بلفه تحت ايدي اللي يتناسك مع بعض نحن هنا عشان يبين وكمان رش من البطحين وراح اقطع بطاها الآن عشان نورجيهم كيف بقدروا يشكلون راح اعمل قطع متساوية بعد ما بديت رول يام على بالقدي والميزان يعني طيبا تمام وراح اخذهم على جنب وراح اخذ كمان حبل من التمر اهو ونافس التقطيعة صح نفس التقطيعة على اصغر شوية اهو تمام كنت تساعد الوالدة لما تسوي معمول زمان وانت طفل كنت تساعد الكل يا حبيبا انا كنت تساعد من يوم يجول معمولا انا لا وانت طفل وانت طفل يعني اه طبعا والله كنت اخرب اكثر من معمر اه بس تعرف احنا كنا ايام العيد الها هيكا اه الها هي بيتها وتحطها لما يلتم منها الجارات ايوه ايوه وبل شو يسو المعمول ولازم تطلع لك بشك بتعجينة على جنب وضلك تلغوص فيها لما يخلصوا صحيح صحيح هذا مفروغ منه طبعا اخوان هسنا راح احشيهم حبة حبة وراح ارجع اشكيلهم قدامكم بالتفصيل الحاشي طبعا كلكم بتعرفوا كيف تحشوا المعمول يلا بسم الله سبعد ما حشينا طبعا القرات هاي اه الشكل الاول اللي هو كلنا متعارف عليه يعني اللي هو الدورية اللي هو الكعك بس عنا مدور جيم كيف بقدروا جيبوها يعني دائرية مية في المية تمام اول شي بدا تكون مستوى واحد ثاني شي بهدوء وبعدين برفع الطرف على الطرف تمام زحبت لغرايبة هيك بتطلع معنا كاملة اه دائرية لو بدا سوي الفين حبة راح يطلعوا نفس الشكل تمام ايه كمان على البطاة تسوي شكل ثاني هاي بدا سوي شكل ثاني المجدل اللي هو بمده حبل طويل نفسها وبحطها على ايدي وبس بلفها لفتين او ثلاثة بدنا سويها بالحركة البطيئة امام يلا خلينا امدي الرول هاي مديت رول طويل تمام بعدين راح اكسمها على اصبعي اكسمها على اصبعي من النص ايه وراح الفها لفتين او ثلاثة ايه تمام يلا كمان واحدة زيها هاي كمان واحدة كمان واحدة زيها اوكي اه راح نسوي كمان شكل ايوه يلا شكل تمام ايوه في عندي القرى الكبيرة هاي التمر اه العجين هاي القنبلة هاي القنبلة راح احشيها اها واسكل عليها مزبوط تمام وراح اجيب مثلا السمسم اه بدي الابسها سمسم اه بفرد السمسم تمام وبدأ اشكل فيها رول على السمسم اوه تقطيحها تقطيحها طبعا راح اقطحها تقطيحها ولا اسفل منو طبعا اخواني معلومة بس هذا المعمول اللي بدون سمسم عاد وبدون جزها بنجيب صفار بيضة بنقلبه مزبوط وبندهن الوجه بالفرشاية ده بدون نحصله الشكل اللي على الكنرة هسه بجيب الهمية لهون هسه بجيب الهمية لهون طبعا انا لبسها سمسم يعني سمسم بقدروا يلبسوها اي شيء قزحة حط البركة ينسوه هاي هنا هاي اذا بنا نحصر اللمعة هاي واللون هاذ شايفين بعد ما نلفهم بندهن وجههم في صفار بيضة عشان ناخذ اللون هذا عشان ناخذ اللون هذا اذا ما دهننا بطلع لون المعمول الطبيعي الله طيب تفضل يا الله بسم الله الرحمن الرحيم راح اميل السكينة راح اقطع شوي شوي انا تمام راح اميلها وانزل على الحجم اللي بدي اياه هاي بهدوء لكن بهمني انه يكون الحبات متخوية هاي بالسمسم تقدر تسويها باشي اه طبعا بحبت البركة حبت البركة ينسون بالشومر اللي بدك اياه يعني حسب النكة اللي الشخص بحبها تمام بعد هيك اخويا بطاها حكينا احنا انه اللي عليها وجهه سمسم او قزحة او ينسون ما بندهن اشي لكن السادة بندهن ببيض اذا السادة بندهن اللي هو بندهن عشان يعطيه اللون اللي انتو شفتوه على حبات المعمولة هاي حبات المعمولة موجوداته هناك اللي موجود عليه سمسم او ينسون او قزحة او اللي هذا بيظل بدون ذلك ما بندهن عليه البيض تمام وبعد هيك مندخلها على الفرن على ذرشة حرارة 220 اقل شيء 220 لمدة 10-12 دقيقة بس تاخد لون من تحت ومن فوق هذا ذا فرن كهرباء يعني الحرارة واحدة تمام اذا فرن عربي بنعطيها من تحت او من فوق بالاول يعني واحدة واحدة يا من فوق يا من تحت يا بنحمرها يا بنعطيها ضبان من تحت احنا بنسميه ضبان سفر ضبان تمام ايو بس اوكي بياخد اللون الاشقر اه بنولع من فوق وبنعطيها اللون برضو الاشقر اللي هو شفوه تمام يعني اللون اللي بيجي على حمار تبع المعمول هو لون خاص يعني هو تمام عنا كوب فل سمن حيواني ثلاث اكواب طحين نصف كوب سكر قشن نصف كوب ماء بارد رشة من المحلب معلقة حليب بودر ملعقة قطر نصف كوب سمسم نصف كوب يانسون حب هاي للعجين وللتزين بالنسبة للحشوة عنا نصف كيلو تمر مطحول ربع كوب سمنة ملعقة يانسون ناعم ملعقة محلب صغيرة ملعقة من دقة الكعك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر